أقامت حركة أمل المنطقة الثانية ذكرى أسبوع الشهدين حسن جميل نعمي وحسن مشيك في قاعة شهداء الكرامي مدينة العباس بحضور نواب من كتلة التنمية والتحرير، أعضاء من هيئة الرئاسة والهيئة التنفيذية وقيادة أقليم بيروت ورؤساء بلديات وأحزاب ولفيف من العلماء وعائلات الشهداء والشعب الحركية وحشد من الأهالي بعد تلاوة من آي من الذكر الحكيم، ألقى نائب رئيس المكتب السياسي لحركة أمل الشيخ حسن المصري كلمة الحركة أشار فيها إلى أن الشهداء الذين ارتقوا بيد الغدر والجبن والخيانة تربوا على مبادئ الإمام السيد موسى الصدر وتغزوا على أخلاقيات الرئيس نبيه بري والسيد حسن نصر الله وعاشوا مع الشرف والعزة والوطنية والإباء إن هذه الكوكب من الشهداء الذين ذهبوا غيلة وغدرا على يدي مجرم العصر وسفاح معراب وحزبه القواتي الذي يتربص الدوائر بلبنان وشعبه وأرضه وسمائه إنهم يشهدون على أن نهجنا المقاوم هو الحافظ والحامي لوحدة هذا الوطن الغالي وفي الشأن الحياة دعا الشيخ المصري الحكومة إلى العمل من أجل الناس ومن أجل لقمة العيش ومواجهة حالة الإفقار التي تذل الناس في طوابير الخبز ومحطات المحروقات وتحسين حال المواطنين لا أن تكون رواتب اللبناني تكاد تكفي لبضعة لترات من البنزين